للعلماء مناهج في ترتيب الأحاديف في كتبهم فمنهم مرتبها على الأبواب الفقهية كأصحاب السنن الأربعة ومنهم مرتبها على أسماء رواتها من الصحابة وهم أصحاب المسانيد وأفضل المسانيد وأشهرها مسند الإمام أحمد بن حنبل إذ يعتبر موسوعة حديثية مسندة ففيه أكثر من ثلاثين ألف حديث بالمكرر قال ابن الجزري ما من حديث غالب إلا وله أصل في هذا المسند وقال ابن كثير يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهو حجة للفقهاء والمحدفين قال الإمام أحمد أعملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه وهو من أنقى المسانيد وأعلى فقد انتقاه الإمام أحمد انتقاءا حيث قال هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا وقال ابن حجر لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره وغالب أحاديثه صحيح أو حسن وفيه الضعيف والمقارب قال السيوطي وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن ولا يخرج عن هذا إلا القليل قال الذهبي فيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروفين بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه ويتميز المسند بحسن السياق للمتون قال ابن كثير لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته فإذا درست مسند أحمد فكأنك درست الكتب الستة ولذلك قيل لأحد العلماء أنت تحفظ الكتب الستة فقال أحفظها وما أحفظها فقيل له كيف هذا فقال أنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا القليل ترجمة نانسي قنقر